طب دكتور علي بما انه حضرتك اشرت الى انه زيارة الرئيس السيسي للكاتدرائية في عيد الميلاد هو الرئيس الوحيد او الحاكم الوحيد في تاريخ مصر الحديث اللي بيقوم بالخطوة دي وبشكل منتظم ده بقدر ما ليه معنى مهم لكن اظن ليه وقع سياسي كمان طبعا وقع سياسي بقى ده سؤالي هل الوقع السياسي بتاعه بيبقى على الداخل فقط ولا على الخارج ايضا على كل على الداخل وعلى الخارج ازاي بقى اولا في الداخل انت رئيس الدولة اللي هو رئيس الدولة في الجمهورية هو الشخص الوحيد المنتخب من كل ابناء الوطن انه عضو مجلس النواب عضو مجلس الشيوخ منتخب من دائرة من الدولة صحيح الشخص الوحيد في النظام الجمهوري المنتخب من كل ابناء الوطن من جميع الدوائر من جميع المحافظات هو شخص جمهوري وبالتالي هو رمز رمز الدولة رمز البلد رمز المجتمع وتالك لما بيعمل إيحاءات بياخد قرارات بيتكلم بطريقة معينة بيتاخذ إجراءات في الداخل التأكيد على مفهوم المواطنة معنى أن هذه دولة لا تميز بين مواطنيها في الخارج بيعطي معنى سياسي أيضا قوي جدا وحتجد أن هذه الزيارة في كثير من أدوات الإعلام وشاشات التلفاز بتنقلها المعنى هنا أنه يكاد يكون رئيس الدولة المسلم الوحيد في دولة أغلب مواطنيها من المسلمين يقوم بهذا الإجراء تأكيد على عمق المواطنة المصرية وعلى عمق درجة أن الدولة تنظر لنفسها كممثلة لجميع المصريين وإن الدولة بتتعامل مع جميع مواطنيها على مصطرة واحدة حسب مصطرة واحدة مصطرة الجدارة مصطرة التفوق مصطرة التميز ومن ثم حاجات بقى صغيرة وانا نفسي ان احنا نتنبه لكده ان من بعدها او قبلها بيومين كان الرئيس في سوهاج وفي مثلا خمس او ست شباب لهم افكار وكذا فمين قال دول مين الشباب دول صمويل ومحمد وفلانا وفلانا ففيها تعكس التنوع اللي موجود احنا لا نتعامل المفروض ان كل مسؤول في الدولة رئيس جمعة وزير عميد كلية رئيس تحري ايا كان ايا كان ايا كان اي واحد له وظيفة ولاية او رئاسة او قوامة ايا كان بنتعامل مع الناس وفقا ليه كفائتهم ليه جدارتهم لا ننظر الى وجوههم ولا الى اديانهم ولا الى اسمائهم بننظر فقط قد ايه الشخص ده يتبع القانون قد ايه الشخص ده عنده تميز قد ايه هذا الشخص عنده كفاءة قد ايه هذا الشخص عنده شيء يضيفه لبلده والعمله القيمة المضافة لهذا الشخص المعنى ده معنى هو ده اساس الدولة المدنية لو في اساس للدولة المدنية بتقول شادة القانون هو جوهر شادة القانون إيه أن القانون يطبق على الجميع دون تمييز لبساب اللون أو الدين أو العرق أو الجنس رجل وامرأة أو أي اعتبار آخر العكس بقى كل مفاهيم الإسلام السياسي تقوم على عدم المشاوعة وتقوم على عدم الاعتراف مفهوم الموطنة وفي جوهرها رغم لا تعلن هذا صراحة فكرة التمييز التمييز الديني والتمييز على أساس النوع ده رجل ومرأة يعني تسمع عجب الكلام اللي بتقال على وضع المرأة لك في ناية الأمر يعني يبدأ يقول إيه إن الإسلام أعطى للمرأة حقوقها وهو أول دين حرر المرأة وهذا صحيح تخش بقى في التفاصيل بتاعته طب رأيك إيه هينتهي الأمر هو فكرته أن المرأة وضعها الطبيعي هو ربة منزل بس الإنجاب وتربية الأطفال وإنها بعضهم بعض من كبار كبار رجال الدين للأسف مش بس المتطرفين والعاديين إن المرأة لا تزحم الرجل في عمله هنا في نظر كتير هل أنت بتنظر المرأة كمرأة بتنظر لها كمواطنة أنا عايز أقول لك حاجة يعني ليس سرا أنا حضرتك بذرس في كلية الاقتصاب طبعا وجنبي كلية الإعلام الآن أنا بقول تعبير بس علمي إحنا بقلنا عشرين سنة في ظاهرة تأنيث تأنيث التفوق الأول والتاني والتالت كل سنة بنات ومن ثم اللي بتاعين معيد معيدات عضاء هذه التدريس سيدات بنات وسيدات إيه اللي ورد إيه الحافز اللي عمد البنات شو بقى هل حاجة في كلام كده يعني يقال أصل ما هو الولد أصله بيخرج وبيروح السينما البنت متفرغة وبقى صمامة وبتشتغل أنا مش مقتنع بك طبعا لأن المتفوق تفوق الرجل فش حد المتفوق حتى كولد أنا بقول إن البنات ربما لإحساسهم بإن المجتمع ينظر لهم لما أقل طيب يتأكد على تفوق يتؤدي أفضل وتبزي الجهد أفضل والواحد اللي بتعمق أنا أقول لك شيء جميل قرأت عنه مؤخرا إنه إن وزارة الداخلية مع الدفاع يعني لما بنبعث قوات حفظ طوار يعني البعثات المصر تعرف مصر من الدول النشطة جدا فيه إرسال بعثات السلام يعني قوات تذهب إلى نطق التوتر لحفظ السلام لسيانة السلام مصر دول رقم سبعة في العالم في عدد البعثات اللي بتوعتها في العالم حلو والقومة تحدى شجعت ومصر استجابت وسريعا في إدخال سيدات ضمن القوات المشاركة في حفظ السلام وكان فيك كذا مقالة ببعض المجلات الأجنبية على دور السيدات المصريات في حسن يعني في كل حتة بقى مهندسات وكذا وزبط شرطة زبطت شرطة ترجمة نانسي قنقر